أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي حرص مصر على تعزيز العلاقات الثنائية مع إيطاليا على مختلف الأصعدة لتحقيق المصالح المشتركة للبلدين وكذلك التنسيق إذا أكافة القضايا ذات الاهتمام المشترك سواء على المستوى الدولي أو في الجوار الإقليمي والمتوسطي المشترك وخلال لقائه سفير إيطاليا لدى مصر السفير ميكالي كوروني أعرب مدبولي عن تطلع مصر للبناء خلال الفترة القادمة على الزخم الإيجابي لللقاء الذي تم بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا مليوني في شرم الشيخ على هامش قمة المناخ من جانبه أعرب سفير إيطاليا عن سعادته بفرص التعاون المتنامية مع مصر في مختلف المجالات مشهدا باللقاءات الثنائية رفعت المستوى بين مصر وإيطاليا في الفترة القليلة الماضية كما استعرض السفير الإيطالي عددا من مجالات التعاون الجديدة المقترحة مع مصر خلال الفترة القادمة في مجالات الطاقة والنقل البحري والاستصلاح الزراعي وغيرها